النهاردة كمان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني شرح لهم جهود مصر للوصول لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين ودخول المساعدات لغزة وأكد لهم أن الوضع الإنساني في القطاع ما يستحملش أي تأجيل لوقف إطلاق النار وأن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة لحماية الفلسطينيين من كرسة بيتعرضوا لها وأن ما فيش حل لقضية الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ده بيحصل في وقت أمريكا بتعدل للمرة التالتة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي القرار مش بيفرد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يفرد دي كلمة فيها قلة أدب على إسرائيل القرار اللي عمال يتعدل ويروح ويجي بقاله أسبوعين يدوب هيدعم ويؤيد وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب وده مش سابهلالة كده لكن في شرط أنه يبقى مربوط بإفراج المقاومة عن كل الأسرة ترجمة نانسي قنقر